رئيس المركز المغاربي لدراسات الأمنية وتحليل السياسات أهلا بكم وضيفي الكريمين وأسمحوا لي أبدأ مع دكتور منار دكتور بداية وزير الخارجية المغربي أعلن أن العلاقة مع الجزائر بين المغرب والجزائر وصلت إلى نفق مسدود على جميع المستويات كيف تقرأ هذه التصريحات وكيف تفسر وصول العلاقات إلى هذا المستوى أعتقد أن هذا التصريح يفسره تصريح آخر لوزير الخارجية الجزائري مساهل منذ أيام لما أوضح بأن هناك حرب باردة تجري بين المغرب والجزائر حرب إقليمية تستمر تقريبا هي من أطول الحروب الباردة التي وردناها ثم أيضا تجري داخل المنظمات الدولية واضح بأن هذه العلاقات هي شبه ميتة التنظيم الإقليمي الذي هو اتحاد المغرب العربي أيضا هو ميت ويبدو بأنه في بعض المحطات كانت المؤشرات تحصف إلى سقف تقريبا المواجهة هناك تصابق على مستوى التسلح كما تدل على ذلك مجموعة من التقارير بمعنى تسلح كبير منذ سنوات ولكن دعيني أوضح بأن الجزائر تملك منذ استقلالها ورقة وحيدة وملف وحيد تشتغل عليه وهو العداء للمغرب وتوضف فيه ورقة ملف الصحراء وتستعمل فيه هذا الكيان الذي يسمى البوليزاريو ما لم تتغير الوضعية داخل الجزائر أعتقد بأنه من الصعب جدا أن تأخذ هذه العلاقات مصيرها الطبيعي هناك حدود مغلقة وهذه الحدود معروفة دوليا بأنها مغلقة اتضحت الصورة سيد عبد الرحيم اسمح لي أشيك معنا سيد الصادق ما رأيك سيد الصادق؟ ما سبب وصول العلاقات الجزائرية المغربية على مدى السنوات إلى هذا الحد حتى أن التنصيق وصل إلى درجة الصفر كيف تفسر هذه الأسباب التي أدرت إلى تدهور العلاقات؟ أولا تحية ليك وتحية للجمهور الغد العربي أهلا بك في الحقيقة دائما الإخوة الأشقاء في المغرب يعتقدون بأن الجزائر هي السباقة إلى العداء للمغرب وهي السباقة دائما لفتعال الأزامات مع المغرب وأيضا للأسف الشديد هذا شائع أيضا في الوطن العربي ولكن الحقيقة التاريخية المعروفة الموجودة والموثقة هي أن الجزائر كانت دائما ضحية لأخطاء مغربية كبيرة بداية من طائرة الزعاماء الخمسة لقادة الثورة التحريرية عندما حولت طائرتهم عندما كانت في طريقها من الرباط إلى تونس وبعض الجهات المغربية هي التي أوعزت لفرنسا بمرور الطائرة وبذلك تمكنت فرنسا من تحويل الطائرة واحتجاز القادة الثورة ثم في بداية الاستقلال المغرب هو الذي اعتدى على تحرمة التراب الجزائري عندما كان الجزائريون ما زالوا يلملمون جراحهم وما زالت جراحهم تنزف من جراء حرب التحرير المباركة وأيضا عندما وقع اعتداء إرهابي في مدينة مراكش المغربية سارعت السلطات المغربية إلى فرض التأشير عن الجزائريين بدل التعاون مع الجزائر في محاربة الإرهاب وبدل مساعدة الجزائر في أزمتهم إذن الجزائر دائما ضحية التصرفات الإخوة في المغرب ولكن ردود الفعل الجزائريين عبر التاريخ وموثقة أيضا دائما كانت ردودا معتدلة ولعل السياسة الخارجية الجزائرية في المنطقة العربية وفي إفريقيا تدل على أنها سياسة معتدلة واعترف بها العدو قبل الصديق بأنها سياسة معتدلة اتضحت الأسباب التي ذكرتها هنا لسوء العلاقات هنا سيد الصادق أعود إليك دكتور عبد الرحيم يعني استمعت إلى الأسباب التي ذكرها هنا ضيف هنا من الجزائر وبعضها تاريخية حتى ذكر مسألة التأشيرة والاعتداء على حرمة التراب الجزائري كيف ترد على كل هذه الأسباب؟ على اعتبار أن الجزائر ليست هي السباقة بهذا العداء كما يرى دعيني أوضح وأنت تسمعين الأخ يتحدث فهو غارق في التاريخ يتحدث عن الموتى هل هناك شخص يتحدث عن هذه العلاقات بهذه السيغة ونحن في القرن الواحد والعشرين هل هناك من ما زال يتحدث عن هذا التاريخ؟ يبدو بأننا في المغرب نشكل عقدة للإخوة في الجزائر الفرق بيننا وأقولها بوضوح وهذا تشير للتقارير هو أربعين سنة على مستوى التفكير أحداث أطلس أسني دبرت من طرف توفيق مدين وخالد نزار وهناك شهادات وأحيله في أوروبا على شهادات كريم مولاي الذي يعلن عنها وبأن الجزائر متورطة في هذه العملية ومشاريع أخرى إذن هو يحمل المغرب مسؤوليات واضح بأن الجزائر تملك ورقة وحيدة أوضح لك وأوضح للأخ بأن اللعبة السياسية الجزائرية بنيت على العداء للمغرب لا يمكن للجنرالات والمؤسسة العسكرية أن تحكم في الجزائر بدون أن توجه الأنظار بأن هناك عدو الذي هو المغرب والمغرب قدم العديد من الإشارات هناك خطابات متعددة للملك كان يطلب عملية بمعنى أنه يرسل إشارات لجزائر بعملية فتح حدود توقف هذا الطلب لأنه الآن أصبحت جزائر خطر علينا لأن كل تنظيمات الإرهابية موجودة داخل الجزائر وهناك محاولات من طرف القيد صالح ومجموعة أخرى لمحاولة اختراق وتنفيذ عملية في المغرب إذن هذا التاريخ بمعنى أنه لا يريدنا التحرر من التاريخ هو أسطورة بنية كأساطر أخرى من أجل جعل المغرب كعدو والاشتغال على ملف واحد أعود إليك سيد الصادق بدلا من النظر كما استمعت إلى ضيفنا هنا من المغرب بدلا من النظر في هذه الأسباب التاريخية هو يرى أن الجزائر استثمر ورقة الصحراء للخلاف معه مع المغرب ألا ترى أن هذه الورقة هي سبب كل هذه الخلافات وهي حجر العثر الرئيسي الذي يعيق كل مساعي التكامل السياسي والاقتصادي بين البلدين يا أختي الكريمة الجزائر ليست لها مطامع ترابية لا في الصحراء ولا في الأراضي المغربية الذين لهم مطامع ترابية في بلدان الأخرى هم الذين يجب عليهم أن يوضحوا وأن يصفوا حساباتهم وأن يرجعوا إلى رشدهم وأن يبنوا على المستقبل وليس على الماضي نحن تكلمنا عن الماضي من باب التطلع إلى المستقبل ومن باب الاعتراف بالأخطاء والنظر إلى المستقبل الجزائر دائما كانت سباقة هي التي دعت إلى بناء الاتحاد المغرب العربي هي التي استقبلت الملك الراحل حسن الثاني في الجزائر مقابل هذه الدعوات التي تتحدث عنها سيد الصادق من قبل الجزائر لتقوية الاتحاد المغاربي هناك اتهامات من المغرب بقيام الجزائر بحملات ديبلوماسية شرسة تمنع رغبة المغرب بالعودة إلى منظمة الاتحاد الافريقي أقول لك أختي الكريمة ليست الجزائر هي التي طاردت المغرب من منظمة الوحدة الافريقية قبل أن تغير اسمها إلى الاتحاد الافريقي ولكن المغرب هو الذي خرج من منظمة الوحدة الافريقية في سنة 1984 احتجاج على انضمام الجمهورية الصحراوية إلى الاتحاد الافريقي وافريقيا والدول الافريقي هي التي اعترفت بالجمهورية الصحراوية وليست الجزائر الجزائر عضو في الاتحاد الافريقي وعندما رجعت المغرب إلى الاتحاد الافريقي لم تعارضه الجزائر بل رحبت به ورأت في ذلك بداية لحل المشكلة وحل حلة كل المشاكل في المنطقة أعتقد أختي الكريمة بأن الجزائر دائما سباقة ولعل الرسالة الأخيرة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى وبمناسبة توليه العرش أيضا رسالة واضحة تدل على عمق العلاقة بين الشعبين دكتور منار سمحني أعود مجددا لدكتور منار العلى في هذه الرسالة التي يرى فيها رغبة جزائرية صادقة في الحفاظ على عمق العلاقات الجزائرية المغربية على ضوء التداعيات السلبية الاقتصادية والسياسية التي يحملها هذه العلاقات المتوترة بين الجانبين ألا ترى دكتور منار ضرورة إنهاء هذا حالة التوتر وعودة تحسين العلاقات في سبيل تحسين أيضا المصالح المشتركة سياسيا واقتصاديا وأمنيا رسائل بوتفليقة نحن حاولنا أن نفحصها بوتفليقة لوحنين إلى المغرب لا ننسى بأن بوتفليقة هو مغربي يحكم الجزائر والأخ يجب أن يعرف بأن هناك مشكل مع المغارب الذين يحكمون الجزائر ومنهم بوتفليقة لهذا يكتب هذه الرسائل بهذا الشكل دعني أوضح له بأنه كانت دعوات من طرف المغرب ويجب أن يعود إلى خطابات الملك محمد السادس كانت دعوات من أجل فتح الحدود دعوات لبناء المنطقة المغاربة لأن نعرف الخطر نعرف الخطر المشترك ولكن قلت تقريبا منذ سنتين أو ثلاث سنوات توقفت هذه الدعوات لأن الجزائر باتت تشكل خطر الذي يقول بأن الجزائر لم تعارض عودة المغرب الاتحاد أفريقيا دعوه إلى العودة إلى الوثيقة الجزائر تمسكت بمبدأ أسطوري لا وجود له في القانون الدولي وهو الحدود الموروطة على الاستعمار وفي نفس الوقت يتشجع البونيزاريو بمبدأ النقيد له وهو حق شعفة خلال مصير دعوه يفسر لهذا التناقض إذا كان يعرف جيدا القانون الدولي أعطيه الفرصة ليفسر هذا التناقض في الموقف الجزائري سيد الصادق كما يرى دكتور منار يبدو بأن الأخ لا يقرأ تصريحات وفير خلال موئيات الجزائر وفي المغرب سأعود ليجيب على تساؤلك سيد الصادق بإمكانك الرد المشاهد الكريم يحكم الآن كيف الأخ يتهجم على الجزائر وعلى سيادتها وعلى قيادتها ويتهم الرئيس بأنه ليس جزائريا يعني كيف نفهم هذا إلا من إنسان ربما يحمل حقدا دفينا على شعب بأكمله شعب يعلم الداني والقاصي مدى قوته ومدى عزيبته في التحرر الجزائريون يا أخي يحكمهم الجزائريون صحيح أننا عشنا فترة الاستعمار وفرضت تلك المرحلة بعض الجزائرين أن يولدوا خارج الجزائر ولكن هذا لا ينفي جزائريتهم ولا ينفي انتمائهم إلى الوطن فيا أخي الكريم الجزائر دائما وأبدا تعتمد على المواثيق الدولية وقضية الصحراء الجزائر ليست طرفا فيها وأعتقد أن قضية الصحراء يجب عليكم أن تحلها مع المجتمع الدولي وخاصة مع الأمم المتحدة والدليل على ذلك الوفود المغربية والصحراوية التي تلتقي في منهاص في نيويورك وتتفاوض كل مرة لم تتفاوضوا مع الجزائر ولكنكم تفاوضوا مع الفوليزاريو إذن الجزائر لا دخل لها في قضية الصحراء الجزائر فقط لها موقف تاريخي واضح من قضايا التحرر في العالم وهذه معروفة وموروثة عن الثورة التحريرية المباركة ما رأيك هنا دكتور منار اسمح لي أعود إليه لماذا لا يتم ترك قضية الصحراء للأمم المتحدة وتسوية هذه الخلافات المغربية والعودة لتحسين العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية سيدتي الجزائر وهذه معلومة للجزائريين تقريبا أزيد من 350 مليار دولار التي صرفتها على البوليزاريو بمعنى يجب أن نحضر هذا الحجم ما هي التنمية التي كان سوف يقوم بها في الجزائر إذن كيف يمكن لدولة تصرف هذا الحجم من الأموال أن تتخلى على هذه الورقة الأخ لا ينسى بأنه زعيم البوليزاريو اليوم هو كان موجود في الجزائر ردع من حليب الجنرالات ودعني أريد أجيبه هنا على مسألة المتعلقة بوتفلقة يبدو بأن لديك مشكلة الهوية لا تنسى بأنك تتحدث مع المغرب كدولة أمة انتبه جيدا إلى هذا المصطلح وعود إلى التاريخ أنتم صنعتم هذا الملف صنعتم هذا الملف وليوم تشتغلون على الوحدة لا يعقل أن توجد ملف واحد لدى وزارة خارجية دكتور منار سليمي أعتذر منك ولكن انتهى الوقت تماما رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات كان معنا من الرباط شكرا جزيلا لك كم أشكر أيضا